العناية بالكثكوث بعد 21 يوماً من تربية الدجاج بعد مرور 21 يوماً من تربية الدجاج الكثكوث تبدأ المرحلة الحاسمة في نموهم وتطورهم هذه المرحلة تتطلب اهتماماً خاصاً بالتغذية البيئة، النظافة، والصحة لضمان نمو الدجاج بشكل صحي وقوي فيما يلي تفاصيل شاملة عن كيفية العناية بالكثكوث خلال هذه المرحلة 1. التغذية العلف المناسب بعد 21 يوماً يجب تغيير نوع العلف إلى علف النمو grower feed الذي يحتوي على نسبة مناسبة من البروتين والطاقة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة يجب أن يحتوي العلف على فيتامينات ومعادن ضرورية مثل الكالسيوم والفوسفور لدعم صحة العظام الماء تأكد من توفر الماء النظيف والطازج دائماً تغيير الماء يومياً وتنظيف أوعية الماء بانتظام لمنع نمو البكتيريا والطفيليات 2. البيئة درجة الحرارة الحفاظ على درجة حرارة الحظيرة بين 20 و 25 درجة مئوية يمكن استخدام مصادر حرارة إضافية إذا انخفضت درجة الحرارة تجنب التيارات الهوائية المباشرة لكن تأكد من وجود تهوية جيدة لمنع تراكم الرطوبة والأمونيا الإضاءة توفير إضاءة كافية لمدة 14-16 ساعة يومياً لتحفيز النشاط والنمو يمكن تقليل الإضاءة تدريجياً بعد هذه الفترة 3. النظافة تنظيف الحظيرة تنظيف الحظيرة بانتظام للتخلص من الفضلات يمكن استخدام الفرشة الجافة والنظيفة على أرضية الحظيرة لامتصاص الرطوبة وتقليل الروائح تغيير الفرشة بانتظام لمنع تراكم الفضلات والبكتيريا تعاقيم الأدوات تعاقيم أدوات التغذية والشرب بانتظام لمنع انتشار الأمراض 4. الصحة المراقبة اليومية مراقبة الدجاج يومياً للتأكد من عدم وجود علامات مرض مثل الخمول، فقدان الشهية أو تغير في الفضلات عزل الدجاج المصاب فوراً لمنع انتشار العدوى إلى باقي القطيع التحصين الالتزام بجدول التحصين المناسب لمنطقتك والذي يشمل اللقاحات الضرورية لحماية الدجاج من الأمراض الشائعة مثل النيوكاسل، جدري الدجاج والكوكسيديا استشارة طبيب بيطري للحصول على النصائح المناسبة والتحصينات اللازمة 5. المساحة المساحة الكافية توفير مساحة كافية لكل دجاجة للتحرك بحرية والنشاط المعايير العامة توصي بتوفير حوالي 31 قدم مربع لكل دجاجة توفير أماكن للاختباء والراحة لتقليل التوتر بين الدجاج 6. التفاعل الاجتماعي التفاعل الاجتماعي التأكد من أن الدجاج لديه فرصة للتفاعل الاجتماعي مع بعضهم البعض الدجاج حيوانات اجتماعية وتحتاج إلى التفاعل مع القطيع لتعزيز سلوكهم الطبيعي اللعب والتحفيز توفير ألعاب بسيطة أو أشياء يمكن للدجاج أن نقر عليها واللعب بها لتحفيز النشاط العقلي والبدني الخلاصة العناية بالكثكوث بعد 21 يوماً تتطلب الاهتمام بالتغذية، البيئة، النظافة، الصحة والمساحة من خلال اتباع هذه الإرشادات يمكنك ضمان نمو دجاجك بشكل صحي وقوي مما يؤدي في النهاية إلى إنتاج دجاج صحي وقوي تذكر أن الاستمرار في المراقبة والتكيف مع احتياجات الدجاج سيضمن نجاح تربيتهم اشتركوا في القناة